صباح الفل عليكم شباب وشابات سنوية عامة معاكم ترينر جورجو صبحي مؤسس كورسات perfect english لكورسات اللغة الانجليزية صباح الجمال عليكم يا اجمل شباب في الدنيا اتمنى تكونوا بخير معاكم ترينر جورجو صبحي مؤسس كورسات perfect english لكورسات اللغة الانجليزية نهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض محاضرة رقم 34 من كورس reading comprehension صح صح وفوق كده معايا كوباية الشيك جميلة الكشفول اللي هتكتب فيه نوتس ويلا بينا نفديل reading comprehension 34 read the following passage and then answer the questions حضرتك زي ما احنا متعودين تحل ال pdf الاول بعد كده تيجي تتفرج على الفيديو عددك انت بتحل ما بتستعينش باي dictionary ولا google translate ولا اي حاجة بعد ما بتخلص بتيجي تشوف التصخيح و new vocabulary بتنزله جوه ال vocabulary notebook بتاعتك والغلطات بتفهم هي غلط ليه تمام؟ طبعا مهارة التعامل مع reading comprehension دي مهارة long term process يعني حضرتك محتاج يكون عندك بوكابري قوي جدا وبتحل قطع كتير جدا عشان تقدر تفهم ازاي تتعامل مع محتوى لغوي ايا يكون مستوىك سواء كان حضرتك بتتكلم في تعليم سانوي تعليم جامعي تعليم ما بعد الجامعي حضرتك عشان تقدر تتعامل مع نص سواء حتى بتجهز نفسك ليلس او توفل او pte لو حضرتك بي 1.1 او بي 1.2 pre intermediate لازم تكون بتجهز نفسك على الليفل ده ليه؟ لان اي امتحان لغوي هيكون unseen الnew vocabulary اللي هتيجي في القطع unseen وبالتالي ملهاش حل غير ان حضرتك تحفظ كلمات كتيرة وتحل قطع كتيرة تمام؟ يلا بينا نحل يوجا is a system of physical and mental discipline يعني اليوجا دي نوع او نظام من التأديب او الخضوع الزهني والجسدي اوكي كده which originated originated يعني started يعني in india في الهند long ago يعني من زمن بعيد يوجا is an important system يعني ده نظام هم of complementary or alternative therapy therapy ده نوع من انواع العلاج يعني فلما قول alternative therapy معناها العلاج البديل تمام؟ و complementary اللي هو العلاج التكميلي فلما قول complementary or alternative therapy معناها العلاج التكميلي او العلاج البديل تمام كده؟ yoga teachers مدرسين اليوغا prescribe prescribe يعني بيكتب بيشخص عارفين لما تروح لدكتور ويكتب لك رشدة هي دي prescribe فالteachers بتوع اليوغا prescribe specific asanas and breathing exercises for specific diseases ده معناها ان اليوغا teachers اللي هم مدرسين اليوغا prescribe بيكتبوا يعني او بيشخصوا specific asanas asanas دي زي اللي هو ال position اللي هو بتاع اليوغا بيقعد يعمله مثلا اوكي فهما بيوصفوا لهم الصورة بتاعيتها هتنزلكوا دلوقتي فهما بيوصفوا لهم specific asanas يعني positions معينة بيعملوها and breathing exercises وتمارين للنفس يعني for specific diseases عشان امراض محددة او معينة يوغا has beneficial results يعني ليها نتائج مفيدة beneficial هنا مقصود بيها useful يعني او positive تمام in treating many diseases في علاج العديد من الامراض like diabetes زي مرض السكر ازمة ازمة دي اللي هو دي التنفس يعني hypertension يعني التوتر الزايت obesity معناها السمنة obesity جات من كلمة obese obese دي معناها سمين يعني أو تخين very fat overweight يعني فجات منها obesity اللي هي السمنة مش السمنة اللي بتتاكل السمنة يعني التخن الزيادة يعني تمام like diabetes اللي هو السكر أزمة اللي هو دي التنفس والأزمة التنفسية hypertension يعني التوتر الزايد obesity يعني السمنة اتسترا اي تي سي يعني اتسترا يعني الى اخره تمام نعمل scroll down ونشوف البراكرافي الوراء يوغا also helps maintain one's youth and vitality يعني اليوغا كمان بتساعد الشخص ان هو يحافظ على شبابه وحيويته جات منها vital يعني حيوي يعني مليء بالحيوية yoga exercises يعني تمارين اليوغا help to control بتساعد انها نسيطر purify ننقي جاية من pure purify and coordinate يعني يتعامل مع زي لما اجا قولك coordination يعني التواصل يعني او التحكم فيه the nervous system تمام كده يبقى تمارين اليوغا بتعمل ايه بتتحكم وبتنقي وبتنظم الجهاز العصفي تمام doing yoga regularly يعني لما حضرتك طبقا للكاتب يعني بتعمل يوغا بانتظام rids is a body rids يعني بيخلي الجسم يتخلص منه زي لما اجا قولك get rid of something يعني رميه تخلص منه rids is a body of toxins يعني بيخلي الجسم يتخلص من السموم toxins يعني سموم thereby وبالتالي improving general health يعني لما الجسم يتخلص من السموم الصحة العامة يحصل فيها ايه تتحسن تمام it also rids is a mind يعني برضو بتخلي العقل يتخلص من impure impulses يعني الدوافع الغير لقية impulses هنا مقصود بيها الدوافع او الحوافز يعني leading to contentment and inner peace تؤدي الى الرضا contentment and inner peace والسلام الداخلي تمام meditation is a mental discipline meditation دي اللي هي يعني لو بالعربي هنقولها فترة التأمل فترة الخلوة عارف لما واحد يقعد في meditation سواء كان مش لازم يكون حاجة religious يعني في بعض ال religious attitudes بياخدوا ال meditation انما كمان في ناس مالهاش علاقة بالدين يعني وبياخد meditation اللي هو يقعد بقى فترة التأمل وهدوء والطبيعة والصفاء هي دين meditation تمام فmeditation is a mental discipline اعتبروها يعني التأمل والخلوة هي يعني تلمزة عقلية او خضوع بان انت بتخلي عقلك يخضع ويهدى كده by which اللي من خلالها one tries to attain a deeper state الواحد من خلالها بيحاول ان هو التين هنا يعني جت يحصل على a deeper state of relaxation يعني حالة اعمق من الاسترخاء or awareness او الوعي تمام it involves focusing one's attention يعني بتتضمن او بتشتمل على ان الواحد يركز الانتباه بتاعه focusing one's attention on a single point of reference يعني على نقطة محددة مرجعية او على معلومة محددة او يركز تركيزه يعني وكل وجدان وعلى حاجة واحدة تمام؟ نعمل scroll down عشان نشوف بقى ايه بقى الparagraph regular practice of the yoga يعني التدريب المستمر على اليوغا in the morning الصبح provides outer and inner relief بيديك راحة داخلية وخارجية ازاي؟ by keeping away ان حضرتك بتبعد يعني from the countless ailments يعني الامراض التي لا حصر لها يعني add the physical and mental level على المستوى الجسدي وعلى المستوى الزهني او العقل تمام؟ practicing postures 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 يعني اوضاع الجسد يعني لما بيقعد يتدرب على قعدة معينة لما حضرتك تتدرب عليها practicing postures or asiness اللي هي اللي احنا قريدي نزلنا لكم الصورة تاعتها من شوية strengthens the body بيقوي الجسد and the mind والعقل as وال as وكمان as وال as يعني and okay creates the feeling of well being well being احنا قريدي نهالكم قبل كده في الكورس بتاع الفوكابلوري معناها الصحة والسواء النفسي والزهني ان حضرتك تكون physically well وتكون healthy and happy تمام؟ فيبقى اذا ال postures دي طبقا اللي بتعرض اليوجا يعني واللي كاتب الكلام ده بيقوي الجسد والعقل وكمان بيخلق احساس بالصحة والسواء النفسي well being تمام؟ نعمل scroll down عشان نكمل الى ايه؟ it sharpens the human mind sharp يعني حاد فلما اقول sharpen ده البرب اوكي فsharpens هنا لانها الاس دي عشان جاية مع ايه؟ it sharpens the human mind يعني بتخلي العقل البشري حاد مركز يعني اوكي improves intelligence يعني بتحسن الزكاء هو طبقا للكاتب بيتكلم ان ايه دي اللي هي اليوجا او practicing يوجا improves intelligence and help in high level of concentration يعني بيساعد في المستويات العالية جدا من التركيز by studying the emotions ان حضرتك تقلل الحركة steady يعني ان حضرتك تخلي الحاجة ثابتة motionless studying the emotions كمان يقلل او يهدي المشاعر and feelings والاحاسيس اوكي فحضرتك طبقا للكاتب يعني بيقول ان ممارسة اليوجا بتخلي human mind بتخليه sharp وبتحسن intelligence وكمان بتساعد في مستويات التركيز العالية عن طريق ان هو بيهدي بيسكن emotions emotions يعني يخلي المشاعر الخوف للطراب القلق كل ده يهدى وبالتالي بيبقى تركيزك اعلى زي لما حضرتك عندك امتحان ومتوتر فتقول لك حد يقولك اهدى اصبر عشان المعلومات مضطرش من دماغك فلما المشاعر تهدى التركيز يزيد ده اللي هو عايز يقوله هنا يعني the feeling of well being احساس بقى السواء والصحة النفسية والجسدية ده creates helping nature بيقلق طبيعة مساعدة within us جوانا يعني and thus ومن ثم enhances the social well being مش بس الصحة والسواء النفسي والجسدي ان حضرتك تبقى حاسس ان انت صحتك كويسة ومبسوط انما كمان social well being يعني كمان اجتماعيا لما حضرتك تبقى مبسوط مش هتنزل تركب مثلا موصلاته تبقى مكشر هتبقى مبتسم فهايحصل improvement في social well being تمام improve the concentration يعني التركيز اللي بيزيده او يتحسن ده improve the concentration level helps in mediating and provides calming effect and inner peace to the mind يعني بيخليك تبقى meditating اسف meditating يعني التأمل ده وهي جات منها meditation فهلبس in meditation الاحساس بتاع التركيز ده بيخليك تقدر تخش في فترة الخلوة او التأمل ده وبيساعدك provides calming effects يعني اللي هو التأثيرات بتاعة الهدوء يعني and inner peace والسلام الداخلي to the mind للعب يوغا is like a practical philosophy اليوغا دي وكأنها فلسفة عملية practical which develops self-discipline بتشتغل على تهزيب الذات يعني self-discipline and self-awareness والوعي بالذات within us بداخلنا through regular practice عن طريق التدريب المنتظم تمام كده؟ يلا بيناعد questions choose the correct answer from A B C or D number one what can doctors use as an alternative treatment for diseases يعني ايه اللي الدكاترة ممكن يستخدموه alternative treatment يعني معالجة او العلاج البديل يعني للامراض they can use yoga ممكن يستخدموا اليوغا او طبعا they can use diabetes diabetes يعني السكر هيستخدموا السكر مرض السكر ازاي يعني مش السكر اللي بناكله مرض السكر ربنا نشفي الكل يعني they can use philosophy يستخدموا الفلسفة لا they can use emotions يستخدموا العواطف لا طبقا للقطعة ان ايه الالترنتيف يعني البديل فالالترنتيف treatment اللي هو العلاج البديل مستخدام اليوغا تمام؟ يلا بيناع الquestion الوراء question number two what can the body get rid of during practicing يوغا؟ يعني ايه اللي الجسم بيتخلص منه get rid of اهو اثناء ممارسة اليوغا the body gets rid of energy بيتخلص من الطاقة؟ طبعا لا the body gets rid of toxins بيتخلص من السموم؟ طبعا the body gets rid of hormones بيتخلص من الهرمونات؟ طبعا لا the body gets rid of emotions بيتخلص من المشاعر؟ برضو لا يبقى الإجابة الصحيحة هي gets rid of toxins toxins يعني سموم لو حضرتك ما كنتش تعرف toxins اكتبها على طول في البوكابري نوتبوك تمام؟ يلا بيناع الquestion الوراء question number three A is a disease in which your body has too much fat يعني ايه ده مرض؟ جسمك بيكون في دهون كتيرة ده انا قلته الريدي انا بشرح اللي هو الابيسيتي اللي هي السمنة اللي هي الاورويت يعني تمام؟ diabetes السكر وازمة يعني دي التنفس وhypertension يعني التوتر الزي تمام؟ يلا بيناع الquestion الوراء question number four A means related to the body حاجة ليها علاقة بالجسد بنسميها ايه؟ physical طبعا mental يعني ذهني spiritual يعني روحي حاجة ليها علاقة بالروح والدين والكلام ده regular يعني منتظم انما physical ليها علاقة بالايه؟ بالبد زي لما اجا اقول لك مثلا physical injury يعني اصابة جسدية يعني لو واحد عربية خبطته مثلا ورجليك كسرت ولا حاجة يبدا physical injury انما لو حضرتك قلت كلمة الحد وجرحته بيها دي مش physical انت اه تعبته بس تعبته نفسيا psychological مش physical تمام؟ يعني مثلا depression اللي هو الاكتئاب ده ايه؟ ده psychological disease مش physical الشخص اللي هو بيبعنده اكتئاب مش بيتبقى حضرتك شايفه يعني هو زي الفل قدامك بس هو تلاقيه مكتئب ليه؟ لان عنده psychological illness اللي هو مرض نفسي وليس physical وليس جسد تمام؟ يلا بيناعي الquestion الوراه question number five what does the one try to get from meditation يعني الشخص اي واحد حد يعني بيحاول انه هو يحصل على ايه من المديتيشن؟ اللي هو فترة الخلوة والتأمل دي a state of relaxation or awareness يعني حالة من الوعي والاسترخاء مظبوط a whale built body جسم قوي كده وعضلات؟ لا مش ده الهدف a beautiful face وش جميل؟ لا sharp eyes عينين حده؟ برضو لا يبقى الإجابة الصحيحة a state of relaxation or awareness تمام؟ يلا بيناعي الquestion الوراه question number six how can yoga be mentally useful؟ يعني زي اليوغا ممكن تكون ذهنيا او عقليا مفيدة it reads the body of toxins يعني بتخلي الجسم يتخلص من السموم ده physically مش mentally فدي لا it leads to happiness بيؤدي الى السعادة؟ اه طبعا لأن mentally هنا معصود بيها عقليا او ذهنيا او نفسيا اوكي a discipline is the body body برضو يعني الجسد physically فتهذب الجسد مالهاش علاقة بالmentally it destroys the brain بتدمر العقل طبعا لا هي بقى الإجابة الصحيحة هي it leads to happiness يعني بيؤدي للسعادة happiness اللي هي well being احنا اتفقنا ان well being لازم تكون physically well وتكون happy تمام؟ يلا بيناعي الquestion الوراه question number seven how does yoga provide outer and inner relief يعني ازاي اليوغا بتديني الهدوء او الاسترخاء او السلام الداخلي والخارجي يعني practicing yoga helps the body and the mind by getting them away from diseases يعني التدريب على اليوغا بيساعد الجسد والعقل عن طريق ان هو بيبعد عنهم الامراض اه طبعا practicing yoga makes the heart beats faster and makes the brain sharp يعني بيخلي القلب يضرب بسرعة ويخلي العقل حد طبعا هو هنا ملوش علاقة بالinner والouter relief فدي طبعا لا practicing yoga helps the old to be young يعني لما حضرتك تلعب يوغا العجوز يبقى صغير طبعا لا practicing yoga makes other people love you بيخلي الناس تحبك برضو لا يبقى اللي جابة صحيحة practicing yoga helps the body and the mind بيساعدهم ازاي ان هو يهرب من المشاكل by getting them away from diseases المشاكل او الامراض يعني تمام يلا بينا على اخر question question number 8 some people don't like don't خلي بالكم دايما من الناط دي don't like to do yoga الناس مش بتحب تلعب يوغا ليه؟ because yoga is particular for disabled people يعني اليوغا دي للناس زو الاعاقة بس او متحد الاعاقة بس طبعا لا yoga costs a lot of money بتكلف فلوس كتيرة طبعا لا yoga needs strong muscles يعني محتاجة عضلات كده قوية القصة او ال passage اللي قرناها ما قالتش كده yoga needs time and patience محتاجة وقت ومحتاجة صبر طبعا هي دي الاجابة الصحيحة تمام كده؟ وبكده يا شباب نكون خلصنا محاضرة رقم 34 من course reading comprehension لو حضرتك مهتم انك تتواصل مع السكرتاريا علشان تحصل على مزيد من الفيديوهات تقدر تتواصل معهم على الرقم ده whatsapp وتحصل على باقي الفيديوهات وكمان ال bdf اشوفكم في المحاضرة اللي جاي على كل خير ان شاء الله ربنا يكون معكم اتمنى يا شباب يكون الفيديو عجبكم لو عجبك الفيديو اعمل subscribe و like للفيديو وما تنسى اشتفاع على الجرس علشان يجيلك notification بالفيديوهات اللي جاية اللي هتنزل بشكل دوري ان شاء الله اشوفكم بالفيديو الجاي